نروح لنجمنا المصري مو صلاح المرشح طبعا للبالون دور خلينا أقول لحضراتكم أنه على مستوى إنجلترا محمد صلاح فاز بجائزتين جداد بداية طوّج صلاح بأفضل لعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2020-2021 ويمكن نادي ليفر بول كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال وسام آخر عن جدارة لصلاح حيث فاز بلقب الـ NWFA Awards للدوري الإنجليزي وبتعد الجائزة دي واحدة من أكبر جواز كرة القدم الإقليمية في إنجلترا على وجه التحديد وطبعا زي ما قلنا احتفالا بالتميز في الموسم الأخير 2020-2021 كمان ربطة الكرة الإنجليزية في شمال غرب إنجلترا علنت عن فوس صلاح برضو بجائزة أفضل لعب في الدوري الإنجليزي وجاب يتنافس معه اتنين من اللاعبين طبعا البرتغالي لعب Manchester City روبين دياز ولعب الإنجليزي لعب Manchester United لوك شو لكن صلاح فاز بالجائزة فكركم بماتشاتنا النهاردة في دوري أبطال أوروبا عندنا جولة مهمة جدا جولة الخامسة فيهم ماتشين اعتقد هيكونوا كويسين جدا عندنا دينامو كييف مع بان منشين أو بان ميونيخ ساعة 8 لربع بتوقيتنا فيا ريال هيلعب مع Manchester United 7.45 واحدة من الماتشات التي رشحها لحضراتكم برشون الجديد تحت قيادة تشابي هيرنانديز هيواجه بنفيكا في لقاء مهم جدا الساعة 10 يانج بويز مع تلانتا الساعة 10 برضو ومالمو مع زينة سام بيترسبيرج الساعة 10 والمواجهة القوية جدا هتكون على ملعب تشيلسي تشيلسي في مواجهة اليوفي بحثا عن التأهل وختاما هيكون إشبالية في مواجهة فولتسبورج في ماتش كمان ليل مع ريتبول سالسبورج هيكون في تمام العشرة دي ماتشات الشامبينز ليج النهاردة